اليوم محكمة الجنايات النظر في قضية النواب السابقين فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الدهوم المتهمين بالمساس بالذات الأميرية إلى جلسة 27 من نوفمبر الجاري أرجأت محكمة الجنايات النظر في قضية نواب السابقين فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الدهوم إلى جلسة 27 من نوفمبر الجاري وذلك على خلفية تهمين تتعلق بتطول على مسند الإمارة خلال حديثهم في ندوة سالم النملان بمنطقة جابر العلي فيما أفادت وسائل إعلام بطلب محامي النواب نسخة من تسجيل الندوة للاطلاع عليها وكانت المحكمة قد أخلت سبيل نواب السابقين ثلاثة بكفالة مالية قدرها خمسة ألاف دينار لكل منهم بعد التظلم الذي تقدم به محاموهم ضد أمر نيابة العامة بحجزهم داخل السجن المركزي لمدة عشرة أيام وفي قضية مشابهة كانت محكمة الجنايات قررت تأجيل قضية النائب السابق مسلم البراك إلى جلسة العاشر من الشهر المقبل وذلك على خلفية تهمة تتعلق بالمساس بالذات الأميرية والإساءة لمسند الإمارة خلال حديثه في تجمع ساحة الإرادة منتصف الشهر الماضي